كيف يصل السيد مقتدى الصدر إلى رئاسة الوزراء في العراق؟ خطوات مهمة على هذا الطريق قال السيد مقتدى الصدر في مقابل له مع قناة الشرقية قبل عيام أستطيع أن أصل إلى رئاسة الوزراء ولكني لا أريدها ولست أدري لماذا لا يريدها فالرئاسة مسؤولية دينية ووطنية وليس من العيب أن يسعى أي صاحب مشروع سياسي إلى مقام السلطة التنفيذية الأول لتحقيق أهدافه السياسية وربما كان السيد مقتدى الصدر ملتزما بموقف السيد السستاني الذي دعا عند تأسيس النظام الديمقراطي الجديد في العراق إلى ابتعاد رجال الدين عن المناصب التنفيذية وهو موقف نفسي أكثر منه موقفا دستوريا أو دينيا ولا يتعلق بموقفه من نظرية ولاية الفقه فليس من الضروري أن ترفض الإيمان بولاية الفقه ولا تشارك في الحياة السياسية إذ أن من حق أي مواطن عراقي سواء كان معمما أو غير معمما رجل دين أو لم يكن رجل دين أن يترشح للمناصب السياسية العليا كما أن من حقه أن يشارك في انتخابات النواب أو في انتخاب النواب والمسؤولين في الدولة وربما كان الاحتلال الأمريكي يضع فيتو على السيد مقتدى الصدر في السنوات الأولى من الاحتلال لأنه كان يتصدى للاحتلال بالقوة والعمليات الجهادية وخاض حربا شعواء مع الجيش الأمريكي في النجف الأشرف سنة 2004 بالإضافة إلى مدينة الصدر ومناطق أخرى من العراق وبالرغم من كل هذه التحفظات فقد شارك الصدر في العملية السياسية عبر مشاركة التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية والحكومة وحصد أكبر عدد من النواب في قائمة واحدة في قائمة واحدة أكثر من جميع القوائم المتفرقة يعني فقط قائمته كانت الأعلى في الأصوات في عدد النواب حوالي أربعين نائبا صدريا بحيث لم تمتلك أي قائمة أخرى هذا العدد منفردة وكان من المستغرب جدا أن لا يشارك بشخصه في الانتخابات ليقود قائمته في البرلمان ويدخل في صميم العملية السياسية من موقع أقوى والآن لا شك في قدرة السيد مقتدى صدر إذا قرر خوض الانتخابات على الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء فهو مؤهل من عدة جوانب بالإضافة إلى تراثه العائلي يمتلك الصدر تراثا نظاليا في مقاومة الاحتلال الأمريكي ويحمل راية الإصلاح السياسي وله رؤى مهمة في إدارة الدولة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية وهو لا يفتأ يدعو إلى تشكيل حكومة تكنقراط مستقلة ويعمل بدأب على محاربة الفساد في التيار الصدري وعموم البلاد ومن يعرفه عن قرب أو بعد يعرف أنه زعيم وطني لا طائفي ولا يفرق بين سني أو شيعي أو عربي أو كردي أو تركماني وكل هذه صفات تؤهله لقيادة قطاع كبير من الشعب العراقي وتساعده على الوصول إلى المنصب القيادي الأول في العراق وإذا قارننا بينه وبين من تولى حكم العراق حتى الآن يبدو واضحا أنه الصدر الأكثر شعبية من أي شخصية أخرى فلماذا يتراجع إلى الوراء ولا يتقدم نحو شغل موقع الرئاسة الأولى؟ من المعروف أن حزب السيد مقتدى الصدر يعني التيار الصدري أو كتلة الأحرار في البرلمان لا تمتلك العدد الكافي أو الأكبر بالنسبة لمجموعة الأحزاب الشيعية المؤتلفة في التحالف الوطني والتي أجمعت على تسليم رئاسة الوزراء إلى شخصية من حزب الدعوة الجعفري ثم المالكي ثم العبادي وربما تسلم المنصبة إلى شخص آخر من الحزب نفسه في المستقبل وهذا يعني أن الصدر رغم العدد الكبير الذي يمتلكه في مجلس النواب إلا أنه ليس بقادر حتى الآن على الفوز بذلك المنصب حتى لو نزل هو شخصيا في حلبة الانتخابات النيابية ومع ذلك فإن المسافة ليست بعيدة جدا عنه جدا عنه